سوسيولوجيا الفتوى مبدأيا دكتور بسام عندما نتحدث عن إبادة الموروط الحضاري الإنساني يحلو لي أن أسأل ما هي القيمة المادية والمعنوية والحضارية والإنسانية لما دمرته داعش في الجغرافية التي استباحتها سواء في سوريا أو في العراق أو ما يفعله التكفريون والإرهابيون في هذا العالم العربي مشرقا ومغربا ما بين مطرقة داعش وبين سندان هشاشة التحكم في المناطق الأثرية والحضارية خسرنا الكثير كما رأينا جميعا في الموصل ونينوى وكثير من حضارات العراق أيضا الجوامع والمساجد في سوريا لدينا في مصر مثلا قامت جماعات أخرى وهويات أخرى في سرقة الآثار وتدمير المتاحف وبالتالي لا يستطيع أي إنسان أن ينظر إلى هذه الأشياء ويقول أنها لها علاقة بأي نوع من أنواع الحضارات أو الديانات أو التقوس الذي وجدنا أنه هناك عدد من الناس يدخلون المتحف هذا المتحف في الموصل الذي يحتوي على آثار تليدة نجد الغرب والشرق يعني يقرأوا فيها ويدرسوا فيها ويمضوا حياتهم في ماجسترهات ودكتورهات لكي يدرسوها مسجد ومساجد قديمة في سوريا تاريخية متاحف لدينا هنا في مصر وهكذا وبالتالي تجد هذه المطرقة تهبط على هذا الأثر أو هذا التمثال لأن هذا التمثال صنم أو لهذا التمثال وثن وبالتالي يجب تدميره هذه الأشياء التي رأيناها لا أستطيع أن أقول لك أني مطمئن تماما أنها قد انتهت بل أعتقد أن داعش في بداية الطريق لتدمير أكثر من هذا بل لقد حذرت هنا في مصر في أحدى محاضراتي القريبة حذرت أن من الممكن جدا أن يكون هناك نوع آخر من أنواع تدمير داعش للحضرات بأكملها وبالتالي يجب أن نأخذ حذرنا في هذا في كل البلاد الإسلامية والعربية وغيرها لأن من الممكن جدا أن لا تكون المطرقة كما رأينا في الموصل الحبيب ولكن من الممكن أن يكون تفجيرات لأثار شهيرة مثل أبو الهول أكبر تمثال منحوط في العالم لدينا في الجيزة أو غيرها من المناطق مثل أهرامات أو المعابد في الأقصر أو غيرها وبالتالي يجب علينا أن ننشئ وده كان اقتراحي هنا في مصر أن ننشئ في الدول العربية جيش يطلق عليه جيش الآثار الشعبي وهذه الجيوش وهؤلاء المتطوعين ما يكونوش لهم أي علاقة بالحكومات هي بتبقى مجرد ناس بتحب الحضارات بتاعتها وبتحب أثارها وتبدأ تتطوع وتتبرع بوقتها وبمجهودها ويحموا هذه الأثار كما حدث لدينا في يوم 28 يناير 2011 عندما تم اقتحام المتحف المصري التليد بـ 130 ألف قطعة ولكن قامت الشعوب المصرية والشباب المصري وغيره بحماية هذه الآثار بطريقة يعني تلقائية جدا ولكن عودة مرة أخرى للينا رأيناه والذي أدمى قلوبنا في الموصل وفي نينوى وفي غيرها من الأماكن تلك الآثار الكبيرة أنا بس لدي تساؤل يعني هذه الآثار عندما تحطم أين تذهب هذا هو سؤال يجب أن نسأله جميعا هل تحطم وتترك في هذه الأماكن ولا بتحطم وبيبعث بها الدواعش إلى مناطق أخرى في العالم ومنها طبعا المحطة الترانزيت إذا جاز لي أن أقول محطة الترانزيت وهي الكيان السهيوني نعم ففي الكيان السهيوني يوجد مجموعة لن تتخيلوها من آثارنا الإسلامية والعربية والمصرية القديمة وغيرها دكتور بسام هنا أذكر أن الاستعمار البريطاني حاول سرقة الثورة المجنح الذي جرى تصميمه تمانمات سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام ووزنه كما تعلم عشرون طن وعندما لم يتمكن البريطانيون من السرقة أبقوه لثقله وأضيف أيضا أن خبير الآثار سامويل هاردي يقول أن داعش يدمرون ما لا يتمكنون من نقله لكن بقية الآثار سرقت وبيعت لجهات جاءت خصيصا من تركيا ونقلت كما تقول هذه الآثار إلى الكيان الصهيوني مباشرة ولا نستطيع أن ننسى سيادتكم وإلى كل إخوتي في الأوطان التليدة أن القطعة الصغيرة التي وجدناها وجدنا التمثال يقسم إليها بعد التدمير العجيب الشقافة الصغيرة دي بتباع في مزادات علنية على الإنترنت ولدي أنا هنا في مصر حملات كثيرة لهذا وعرضت هذه القطعة بصورها لمسؤول الآثار المصريين لاستعادتها ووقف هذه المزادات بل الأكثر من هذا وهذا الخبر أبعث به إلى كل من هو محب الآثار سواء كانت مصرية قديمة أو سودانية عظيمة نوبية سورية عراقية لبنانية فلسطينية وغيرها من الدول أنا رأيت رؤية العين بعيني في رحلة لي إلى القدس المحتل فك الله سبحانه وتعالى أسره في 2013 في ديسمبر 2013 المنصرم وجدت بعيني أن هناك متحف كامل مبني بطريقة ممتازة بأيدي الصهاينة في القدس المحتل اسمه متحف الفن الإسلامي وعندما دخلته رأيت محراب إسلامي معروض في أيدي الصهاينة محراب تاريخي كامل وعلى يسار الداخل وجدت رؤية العين وشاهدت رؤية عيني أنا في 2013 لقبل فده وجدت مخطوطة من 1300 ملونة كأنها يعني مخطوطة مبارع للجزري العالم المسلم العبقري الفز صاحب كتاب علم الحيل المفيدة من الميكانيكا ويظهر في هذا المخطوط ساعة مائية أوتوماتيكية في 1200 وال1300 ميلاديا ماذا يجعل الصهايينة يحتفظوا بمخترع مسلم علم العالم الساعة الأوتوماتيكية إذن هو بس مش فكرة أنه هو بيحتفظ أو بيشتري أو بيسرق أو بيغتصب أثار فقط لا احنا لازم نفتح البوابة أكتر من كده ولازم نفتح عينينا أكتر من كده هؤلاء يتعلمون من علمنا الغزير الذي علم العالم وبيبتدوا من حيث انتهيت أنت في دولة الإسلام فتجد الجزري وتجد العلم وتجد الكيمياء وتجد الطلب نعم دكتور بسال بالتأكيد سنغوص في كل التفاصيل وذكر هنا أنهم أحيوا في واقعنا الفكري العربي التكفير وسرقوا منا التفكير أما إجابة على سؤالك لماذا يجمعون الآثار عليك أن تسأل جامعة هولبرون الألمانية التي تروج الآن لنظرية معرفية إبستمولوجية أن الصهاينة هم الذين خلقوا العلوم البشرية وهم الذين أوجدوا الحضارة الإنسانية ككل أرجو أن تبقى معي الدكتور حيدر إبراهيم صاحب كتاب سوسيولوجيا الفتوى في المرأة والفن أخذتهما كنموذج إن صح التعبير عندما نرى هذا السلفي يدحر تمثالا أشوريا قديما وعندما نرى آخر يثقب بحفار تمثالا لا يقدر بثمن مطلقا ويقولون إنما ندكدك الأصنام في أي السياق الفتوائي الإسلامي تضع هذه الحركة التي تستهدف لإفراغنا من كل محتوى روحي وتاريخي وحضاري هم طبعا من خلال هذه الفتاوى ومن خلال البنية العقلية والفكرية التي يتعاملون بها مع الواقع يفصلون تماما بين الثقافة وبين الدين أو العقيدة ويحتبرون الدين والعقيدة وكانه شيء منفصل تماما عن الواقع وعن المجتمع وعن الثقافة وعن الحياة لذلك يمكن أن ننسبهم ببساطة شديدة جدا لفكرة المجتمع الجاهلي فهم يعتبروا كل ما هو غير إسلامي ينتمي إلى الجاهلية وبالتالي هذه الجاهلية ليست مرة واحدة في التاريخ لأنهم أيضا من ناحية أخرى لا تاريخيين لا يتعاملون مع التاريخ كتسلسل وكواقع وهكذا يتعاملون مع التاريخ كصورة مجردة وكأن التاريخ يعيد نفسه كل مرة وبالتالي هم يعتبروا الآن يحطمون كل ما له أثر وكل ما له علاقة بالجاهلية والعجب أنهم يحطمون ما ينتمي إلى الجاهلية ولكن لا يقدمون أي تصور لما هو المجتمع الإسلامي أو ما هي الدولة الإسلامية التي يريدون إقامتها في القرن الحادي والعشرين فلذلك أنا أعتقد أنهم من خلال فتاوى يفرقونها من مضامين تماما يعني أي فتوى عندها سياق تاريخي وعندها سياق اجتماعي والدين أصلا هو الشريعة لديها المقاصد ولديها المصالح وكل هذه الأشياء لا يضعونها في الاحتبار عندما يخرجون بفتاوى ليست لديها أي نوع من السند الفقهي ولا يحتاجون لقرآن ولا لسنة مطهرة ولا لإجماع ولكن يقومون بشكل من أشكال وهو ما هو إجتهاد هو في الأصل محاولة لبناء فكري مغلق يعيش أزمة واضحة جدا أنه لا يستطيع أن يتعامل مع التطورات التي تحدث في العالم الآن فهو فكر مأزوم يلجأ إلى الدين ويستغل الدين ويوظف الدين ويتخذ الدين كقناع في هذه الحالة يقومون بعملية تبرير أكثر من تسبيب يعني التسبيب غير التبرير نعم التبرير أنت بتحاول ما بالضرورة أن تأخذ سبب ونتيجة بصورة منطقية ولكنك تبرر فهنا الفتاوى تستخدم كمبررات لأفعال ليست لها صلة بالدين وليست لها صلة بالإنسانية وليست لها أي صلة بثقافة فهذه فتاوى تكاد تكون آراء متخلفة ويحاولون على قدر الإمكان أن تنسب زورا وزيفا للدين الإسلامي طبعا دكتور حيدر طبعا هذا الفتاوى التي أشرت إلى ذكرها والتي صرنا أسراها إن صح التعبير بات العرب والمسلمون اليوم أصار لفتاوى ستجهز عليهم وتخرجهم من التاريخ والجغرافيا يعني أذكر فقط أن هناك بعض فقهاء السلفية من أفتى بجواز تدمير الإهرامات وأبي الهول وخوف في مصر وأيضا اسمع ما أفتى به الشيخ اليمني علي الربيعي قال إن زيارة الإهرامات في مصر شرك وهي حرام شرعة وأرجع الربيعي ذلك إلى أن الإهرام أو الأهرامات من البدع الشركية دعني في هذه العجالة أنتقل إلى مفتي ريف دمشق الأستاذ الفاضل الشيخ خضر شحرور ليسأله عن بعض مباني الداعشيين يعني عندما تقرأ الخطاب الفقه لداعش وهو يحطم التمثال يقول أنا أمتتل لما أوصاني به رسول الله أيها الداعشي بما أوصاك رسول الله يقول ورد في صحيح مسلم عن رسول الله طبعا لا أذكر العنعنة تستطيع أن تعود إلى صحيح مسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي حديث آخر في صحيح مسلم من مر برأس التمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة يعني نحن لا نتعجب بدا رأينا الدواعش يقطعون الرقاب والأشجار والتمثيل كما حدث مع أبي العلا المعري وبالطيب المتنبي وابن النفيس في الموصل صحيح مسلم هو الذي يرشدهم إلى ذلك ماذا تقول في ذلك يا سماحة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد طبعا نحن نقول كما قال سيدنا علي كرم الله وجه إمام الهدى عندما رفع أولئك الذين يقاتلونه شعارات تشبه الشعارات الذي يرفعها هو رفعوا المصاحف ورفعوا الرايات وقالوا الله أكبر فلما سمع ذلك قال كلمة حق أريد بها باطل ولما سألوه عن الحق قال نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال يعني نحن عندنا مرجع عندنا نصوص سابتة عندنا نصوص قطعية عندما تتحدث عن التماثيل تتحدث عن الآثار تنطلق أولا من كتاب الله سبحانه وتعالى فتجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن فرعون وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون إذن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية أي عبرة يعني ليأتوا إليك فينظروا هذا الجداث هذا الجسد هذا الذي أبقاه الله سبحانه وتعالى من البدن فيعتبروا إذن الآثار ذكرها الله سبحانه وتعالى وجعلها عبرة والله سبحانه وتعالى أمرنا بنص آخر في كتاب الله فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني أنت ممنوع أن تسب له إلهه الذي يعبده سواء كان خشبا أو حجرا أو تمثالا حتى لا يسب إلهك وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ربنا في كتاب حطم قال لا تسبوا مجرد كلمات فيها إزعاج هي إثارة مشاعر البغض الحقد لا تتحدث بها بين العقيدة الصحيحة بين العبادة بين وجود الله أثبت ذلك هؤلاء المشكلة في فرق أستاذ دكتور يحيى في فرق بين رجل عالم ورجل عنده معلومات نحن نخلط بينهما دائما الذي عنده معلومات يلتقط نص من هنا نص من هنا نص من هنا لا رابط بين هذه النصوص لا قواعد لتفسير النصوص هذا هو الفكر التكفيري هو فكر طليق عن القواعد فكر طليق بعيد عن المنهج لا يحتكم إلى مناهج الفقهاء وإلى قواعد تفسير النصوص التي هي أساس يعني العلماء كيف فهموا النصوص لو أن إنسان يعني يقرأ في الكتاب مباشرة ويأخذ نص ويسير عليه هذا نقول عنه نحن في العلوم وفي علم الحديث تشيخة الصحيفة يعني أصبحت الصحيفة هي الشيخ والمرشد لذلك هذا يقرأ خطأ فيفهم خطأ فيفتي خطأ ويذهب بالدماء والأعراض والأموال وأنت ذكرت الذي قتل الإمام الإمام الهدى سيدنا علي كرم الله وجهه كيف لا يحطم التماثيل لكن الشيخ خضر الشيخ خضر من فضلك قبل أن تقول قبل أن تقول دعني أستطرد يعني عندما تقرأ في موقع الإسلام ويب القطري الإسلام ولك أن تعود إلى الفتية سؤل العلماء الذين يشرفون هذا الموقع وتعرف منهم فيهم من اتحاد العلماء وفيهم من كل حدب وصوب اعلم أن الثابت عند أهل العلم حرمة التماثيل المجسمة والسؤال حول حكم ما تم صنعه من تلك التماثيل الجواب بعض العلماء الذين تعرفهم وأعرفهم فإن صنع التماثيل المجسمة محرم شرعا باتفاق أهل العلم وما تم صنعه منها يجب تقطيعه حتى لا يبقى على هيئة التمتال ويستوي في هذا ما يعبد وما لا يعبد يعني حتى التماثيل الحضارية التي ما أقيمت لكي تكون أربابا من دون الله يجب تدميرها ويخلص المفتون إلى ضرورة تحطيم إهرامات مصر يعني أعلن الحرب على الأمن القومي المصري بفتوى الجواب دكتورنا واضح يعني أنا لما أقول من فتح مصر وكم دخلها من الصحابة وكم كان فيها من إمام مجتهد كالليث بن سعد والإمام الشافعي وغيرهم وقد حوت مصر وحملت في طياتها وتاريخها من الأئمة والمجتهدين والعلماء ما لم يجتمع في بلد آخر بعد مكة والمدينة ومصر هي أم الدنيا وهي قلب العالم الإسلامي أنا أريد أن أقول لماذا لم يحطم عمر بن العاص والصحابة الذين معه وكان يعني العدد زاد عن الألف ممن دخل هذا البلد المبارك الطيب بلدة طيبة ورب غفور التي قال الله عنها أدخلوا مصر إن شاء الله آمينين لماذا لم يحطموا أبا الهول ولماذا لم يحطموا هذه التماثيل ولماذا أبقوها لماذا لما دخل سيدنا خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح إلى دمشق أبقى الكنائس وفيها من الأيقونات والتماثيل ما يضاهي الموجود في القاهرة وغيرها من البلاد لماذا لم يحطموا هذه الأيقونات وهذه التماثيل التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام بكثير طيب لو كان هذه النصوص صحيحة بهذا الشكل هم يتحدثون عن من يبتدئ يعني أنا أفهم النصوص الموجودة في الكتب هكذا هم يتحدثون عن من يبتدئ بصنع تمثال يعني لو أردت أن أصنع تمثالا الآن بيدي وأنا أقول هذا منهي عنه لماذا لأنني أتشبه بخلق الله لا أتحدث عن تراث قديم ولا أتحدث عن شيء موجود وإلا أنا سأجهل كل العلماء وكل الأئمة وكل الصحابة وكأن أئمتنا وعلماءنا وصحابة رسول الله من أول القرن الهجري إلى عصور التكفير والوهابية لم يفهموا هذا الإسلام إلا بعد مضي هذه السنوات الكثيرة وخصوصا أنا عندما أسمع من يتحدث الآن من أمثال هذه المواقع وهذه المواقع الوهابية فيقول إلى الآن يتحدثون أن الأرض ثابت لا تتحرك شيخ خدر أنا مضطر إلى فاصل لكني أعدد قولك بما أورده الطابري في تاريخه أن سعد بن أبي وقاس عندما وصل إلى بلاطي وإيوان كسرى أمر بالحفاظ على ما رآه من تمثيل وزخرف في جدران الإيوان الكسروي بل صلى ركعتين داخل القصر هكذا كنا وأصبحنا إلى أمة للأسف الشديد منكوبة مشاهدين فاصل قصير ثم أعود إليكم مباشرة بعيده فابقوا معنا